السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شاء الله سنقدم لكم هالسيجار او الينيم او سبرينجرول معمرين بالكروفيت او الروبيان او الدجاج بورقة الارض. ما تنسوش الاشتراك في قناة الشفنوريان ولكنتو اول مرة كتابعوني وتفعيل الجرس وكذلك تجعونا بلايك واي السيفسرة تخليه التحت في التعليق انا غادي نرد لكل. اذا بسم الله على بركة الله نبدأو بالمقادير اول حاجة كيف العادة. اذا على بركة الله نبدأو بالمقادير غادي نحتاجو هنا يا تقريبا عندي 80 قرام ميناء الدجاج. انا هنا تبلتو مع الحامض العاصير وكذلك لقليل من زيت الدورة وعملت معاه لقليل من من قزبر وميدنوس. والقليل من الكوركم. خليتهم اه اه اربعة الصبية ومن بعد قطعتهم شرائح. عندي هنا يا شرائح مثل هادي جوليان مقطعها ديال الجزار. عندي كذلك المنفوف الاخضر. وعندي كذلك ثمانين جرام من او ملعقة كبيرة من البصل. ملعقة من توم مفروم. ملعقة صغيرة من الكرافس. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من القزبر. او الميدنوس. على حسب متوفر عندكم. وعندي كذلك نحتاج زيت الدورة. ونحتاج الملح والفلفل الاسود. ونحتاج هاد زيت السمسم. ضرورية لان غضي هي لا تعطيني واحد منكها لهذا الوصفة هذه. ونحتاج اوراق آراض موجودة في الاسباق الممتازة فها yıl متوفرة so for the recipe we need the chicken here. I use 8 gram I marinated this one with with there my powder, with lemon and oil. I keep it like four hours and I cut it small small dice or slice also and julienne carrotsRL, jullienne يمكننا القرنة مقرنة وأيضا أستخدام هنا 80 g أي شريم يمكنك إذا كانت مقارنة يمكنك إختيار وأيضا هنا 1 فضل 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 فضل 2 فضل 1 فضل 1 فضل 2 ج focused 1 فضل 1-along 4 جز 5 جز 1 لي ص Villa ط scrib 5 لمثل وهذا كان مصرًا حسنًا سنبدأ المصر لذلك سنقوم بعمل سنقوم بعمل النار نحاول أننا نصطع هذه الأشياء لذلك سنقوم بعمل هذه الأشياء هنا سنضيف الزيت الزيت في المقلات سنضيف الزيت الأشياء ثم نضيف الزيت الزيت ثم نضيف الزيت الزيت ثم نضيف الزيت الزيت صباحنا نضم بالكامل نضم نضم بالسلور نضم هنا نضم المصطر نضم مقامل نضيف الدجاج طعم البطر البطر و الجنجبي نحاول أن نحذب نضيف تكون المشوق نضيف الدجاج سأضبع بالأموز الغموز. بالقل sulle من الطقم. القطور من البحث. أطلق الديكبية. بحسن المنجزة. وحضورة في البعض. 으면서فررة والتي، وكثير من الانتاجات. كذلك وآخر شيء يجب أن نضيف هو ربيان أو ربيان نضيف الملفوخ يجب أن نضيف ثم يجب أن نضيف الكابيج الكابيج وهوengo يجب أن نضيف وأننا يجب أن نضيف خلاص على الأجل ثم Mitchell سأضيف الملفوخ والمضيف سأضيف الملفوخ هذا يجب أن نضيف هذا يوجد الأمر حتى يجب أن نضيف الملف لدينا هذلك ومدير فارسلين هل هذا فارسلين يجب أن ندمه الآن سوف نضيف زيت سمسيم الآن سوف نضيف سيسامي سوف نضيف فقط سوف نضيف فقط مثل 1 شباب سوف نضيف فقط ملعقة صغيرة فقط لانه يطيب بادك رائع وهذه الأدناء سوف نضيف غبيان ونضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف نضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف الآن موجودة المرود المرحلة التالية سوف نضيف الآن سوف نضيف 50 مرحلة ثالية في هذه المرحلة سوف نضيف التعبير هذا الورق الأرص كما تشاهده معها فهو جاف كما تشاهد الورق نضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف الآن سوف نضيف الماء كما تشاهد الماء نضيف فقط نحاول أن نضيف هذا بالشكل هذا نضيف نضيف الحشوة اليارية لذلك نضيف هنا الماء لذلك سوف نضيف نضيف تبني الأطراف وما يحتاج أنني نوضع الدقيق أو مثلا البيض فهو يلسق وحده فهو ما يساعد وكذلك حتى في القرنة بعد ما نقلبه نعود لكم مرة ثانية نأخذ ورقة أخرى نضيف نضيف أخرى أخرى سوف أعلمكم أكثر لكي ستعرف حسنا نضيف 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 ثم نضيف هنا نضيف نضيف يمكنك أن تصدقها كبير كما تريد كما تريد وكما تريد تستمر في المفتر يمكنك أن تبقى 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 كما ترى كما ترى هذا الجهة الأولى أخرى من بعض الجوانر فطرقة سهلة كما ترى كما ترى فطرقة سهلة كما ترى سوف أضيف أضيف أو الكبير كما ترى كما ترى كما ترى كما ترى كما ترى فطرقة سهلة سوف أضيف البقية ومن بعد نرى ونضيف من بعد من التي سوف أقوم من بعد عمرت حشوة في الورق الأرز أحاول أن نقوم بعد إذا كنت سوف نستعملهم في نفس اللحظة التي سوف نستعملهم أو أن سوف نحتفظ بهم مدة طويلة فأنا كنحاول أن ندخل لكل الفريزر من بعد ما يتجمدوا ونطلعهم ومن بعد نضيفهم في البلاستيك الغذائي لذلك بعد أن نضيف الغذائي لذلك يجب أن نضيف خلال هنا بين كل ما لذلك إذا لا تستعمل في الوقت سوف نستعمل في البلاستيك الغذائي ثم نضيف ثم الزيت سوف نضيف الزيت ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم الزيت 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 كيف ما تعدوا معرفة الأول الشكل النهائي أنا أضيفهم هنا في الصحر وكذلك وضعت معهم الصوس الحلو الحار لأنه ضروري يتراق معهم اللي ما كيحبوش ما يحتش أنه يوضعهم معه شكرا للمشاهدة وكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كانت من الوصفة ذي لكم موعدنا إن شاء الله في الوصفة قادمة إلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته